شبيهة بدولة اي دلوقتي لو ما قمتش ثورة يوليو كنا هنقترب في درجة التنوير والتحضر كده يعني مع الفارق الاقتصادي اليونان مش حول ابرس كنا نحن يبقى افضل بكتير جنوب اسبانيا كان ممكن لو مشيت مصر يعني انا بيحزي في نفسي قوي وانا في اسكندرية مدير المكتبة ان ارى ان المدينة التي استضافت عبر القرون الارمن واليهود والطلينة وعشرات الالاف ان لم يكن مئات من الجريك والشوام اصبحت الان هي المدينة السلفية الاولى في مصر بحكم قربها من مدينة محافظة البحيرة واحتضانها لها لان البحيرة مركز اساسي للاسلام السياسي وهي المحافظة لانا انتمي اليها بالعكس دانا انتمي نفس المركز الذي خرج منه حسن البنة مركز المحمودية فانا انا ساقولي سيادتك انك لازم تحس ساعتها بالفارق يعني احنا سامحنا بالتداول يعني شمعنا انا ااخد سنة 25 جايزة انضف مدينة عاصمة في العالم على القاهرة ويقول الوضع الى ما انا عليه السيسي الان بيعمل مؤجزات انا في رأيي يعني اتحبسنا في الكورونا دي شهرين تلقى تطلع تلقيت ان انا في منطقة تانية مصر جديدة ماش مصر جديد مصر جديد هو مدينة نصر بنتوه اه مجموعة طرق وتسهيلات انت كنت بقى لو بدأت هذا من زمان وتوقفت عن المغامرات في المنطقة عسكرية او اقصادية او سياسية كان ممكن نعمل دولة قوية وعايز اقولي سيادتك حاجة لا يقود المنطقة الا دولة قوية ما فيش حاجة اسمه مصر تاريخي كده لا انت قدرتك على ان تعطي لنفسك المكانة من خلال فكرة القدوة ان يشعر بك الاخرون قوتنا تراجعت في السبعين سنة اللي فاته بتراجع التعليم تراجع دور مصر الاخليمي كانت القوى النعمة هي رصيدك في كثير من الاشياء لم يعد لها وجود على سبيل المثال انت قدت الامة العربية من خلال التعليم والثقافة بالدرجة الاولى وبالقوات المسلحة ايضا بنموذج الجيش القوي انما عندما تراجعت هذه المؤشرات تراجع دورك الاخليمي بشكل واضح اشتركوا في القناة